الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية برأيك إلى أي مدى هذه المناشدات من شأنها أن تحل الأزمة وتوقف إطلاق النار وتؤدي إلى هدنة في ظوء أنه قوات الدعم السريع بالأساس هي كانت مكون معترف به داخل السودان ولكنه لم يعد معترف به تم حله وحله القائد العام للقوات المسلحة باعتباره فصيلا شبه عسكري كان في الأساس عبارة عن ماليشيا وتم ضمه قائد التقاط المسلحة في ظروف معينة تحت النظام السابق والآن قرر نفس القائد التي تتبع له هذه القوة حل أما التوصيل باعتبارها منظمة إرهابية في السلوك الإجرامي الذي ظلت تقوم به منذ اندلاع هذه الأمليات القتال في الخامس عشر من الشهر إبريل الماضي من أخذ المدنيين رهائن ودروع بشرية من اعتداء على المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية الاعتداء على مقارنة البعثات الدبلوماسية والاعتداء على المنسوبات البعثات الدبلوماسية وممتلكاتها أيضا هذا لا يمكن أن نوصفه بشيء آخر غير أنه سلوك إجرامي وهمجي لا يقوم به إلا الإرهابيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة